بالنسبة للأشخاص المهتمة بالعمل على الانترنت وبالتحديد الربح من الانترنت أكيد سمعت بشي اسمو حساب الباير أو محفظة باير خصوصا عند قيامك بسحب الأرباح من الانترنت الأشخاص اللي ما بتعرف شو هي محفظة الباير رح نوضح لهم هذا الشي الباير هو عبارة عن محفظة إلكترونية أو بنك إلكتروني بيساعدك في إرسال و استقبال الأموال اللي بتحصل عليه من خلال العمل على الانترنت وبهذا الفيديو رح نوضح كيف يتم إنشاء حساب باير كيف يتم شحن رصيد الباير و كمان كيف يمكنك ربح من الباير و كيف يتم عمل حساب باير مفاعل على البطاقة الشخصية لكن قبل ما نبدأ في الشرح انزل لتحت و اشترك في القناة و فاعل زر الأشعارات على الكل لا يوصل لك كل جديد السلام عليكم و رحمة الله و بركاته و متابعين الكرام و مرجعنا لكم مجديد متل ما حكينا في مقدمة الفيديو اليوم رح نوضح طريقة عمل محفظة باير متل ما عودناكم دايما رابط الموقع رح نشوفه في الوصف و في التعليق المثبت حتى نساهل الأمر عليكم بعض الضغط عليه رح يفتح معك هاي الصفحة من خلالها رح تقوم بفتح حساب باير قبل ما نبدأ في إنشاء حساب باير نحن ننزل لتحت متل ما شايفين موجود كل العملات الرقمية اللي بيدعمها هاد الموقع كمان موجود أسعار صرف هاي العملات في آخر 24 ساعة و مخطط لآخر سبعة أيام هذا الشي بهم الأشخاص المهتمة بالتداول و كمان إذا نزلنا لتحت شوي رح نشوف انه هاد الموقع بيدعم التطبيق على الأب ستور أو على الجوجل بلاي بإمكانك تحمل هذا التطبيق من المتجر حتى تساهل الأمر على نفسك رح نرجع لفوق لنبدأ بإنشاء الحساب رح نضغط على إصناح حساب الخطوة الأولى هي رح نقوم بإدخال البريد الإلكتروني وبعد إدخال البريد الإلكتروني رح نضغط على إصناع الحساب الخطوة اللي بعدها رح توصلك شيفر على البريد الإلكتروني اللي دخلته قبل شوي رح ننتقل إلى الرسائل الواردة وبعدها رح نقوم بنسخ هذا الكود وبعدها رح نقوم بإضافته في هاي الخانة وبعدها رح نضغط على إصناع الحساب رح ننتقل إلى الخطوة التالية متل مو شايفين الموقع قام باختيار كلمة السر و رمز السر و اسم الحساب بإمكانك ترك هاي البيانات متل مو هي تحفظها لانه انت بحاجة لهي البيانات فيما بعد اذا واجهت مشاكل او اذا بدك بامكانك تغير هاي البيانات ويدخال ارقام حسب الرغبة مع مراعاة انه كلمة السر لازم تحتوي على ارقام و احرف و حرف كبير كمان رح نقوم بتغيير هاي البيانات و رح نغير رمز السر وبعدها رح نضغط على التالي الخطوة الاخيرة هي ادخال الاسم والكني والبلد اللي انت مقيم فيه مع مراعاة انه الاسم لازم يكون نفس الاسم الموجود في البطاقة الشخصية حتى تقدر تأكد الاحساب فيما بعد وبعدها رح نضغط على فعل هيك صار الاحساب جاهز تقريبا هاي هي العملات اللي بيدعمها هاد الموقع وبالنسبة لهذا الرمز او هاد الرقام بامكانك استخدامه فقط للدولار او الروبيل او اليورو حاليا رح نقوم بتأكيد او توصيق الاحساب رح ننتقل لهون وبعدها رح نختار الملف الشخصي بعدها رح تفتح معنا هاي الواجهة اول شي رح نختار نوع الاحساب شخصي وبالنسبة للاسم والكنية رح نكتبهم متل موجودين في البطاقة الشخصية وكذلك بالنسبة للتاريخ الميلاد وبعدها رح نحدد البلد وبعدها رح نضغط على التالي وهون رح ندخل رقم الهاتف رح يوصل لك كود التأكيد على الرقم اللي انت ادخلته بعدها رح تضيف هذا الرقم وبعدها رح تضغط على التالي الخطوات الاخيرة في تأكيد الحساب هي اضافة صورة البطاقة الشخصية رح يطلب منك اضافة صورة البطاقة الشخصية من الامام والخلف وبعد اضافة رح يطلب منك تسبيت العنوان في بعض البلدان البطاقة الشخصية بتكون موجود عليها عنوان والبعض الاخر لا اذا ما كان موجود العنوان على البطاقة الشخصية بيمكانك اضافة اي فاتورة عليها عنوانك مثل فاتورة الكهرباء او المي او اي وصيقة حكومية بيكون موجودة عليها العنوان وبعدها رح توافق على الشروط والاحكام وبعدها رح تضغط على قدم للتحقق وبعدها راح تنتظر مدة معينة من الزمن حتى يتم مراجعة هاي البيانات والموافقة عليها أما بالنسبة لعمليات الإيداع والسحب كيف تتم راح نضغط على هاي الإشارة بعدها راح نختار العملة اللي راح نقوم بعمليات الإيداع أو السحب منها إذا بدك تسحب أرباحك من منصة أخرى راح تقوم بنسخ هذا الرابط وهو عنوان الخاص فيك راح تقوم بوضعه في المكان اللي راح تسحب منه وبتضيف هذا الرابط الخطوات نفسها راح تقوم فيها بعمليات الإيداع أو عمليات السحب إذا انتقلنا لهون راح نشوف هاي المنصة بإمكانك استخدامه للتداول من هاد الموقع أما بالنسبة لهذا الخيار فبإمكانك تحول من عملة لعملة أخرى داخل هاي المنصة قوم باختيار العملة اللي انتي راح تحولها وتحدد المبلغ اللي انتي راح تحوله وبعدها راح تقوم بعمليات التحويل بالنسبة للأشخاص اللي معها بتقدر تسبت حسابه او عمال تواجه مشاكل في عمليات توسيق الاحساب ما في اي مشكلة بيمكانوا استخدام الموقع بدون مشاكل وبيقدروا يسحبوا منه مبلغ يوميا قدروا 1000 دولار بدون اي مشاكل هيك بيكون وصلنا لنهاية الفيديو اذا واجهت اي مشاكل اكتب هذا الشي في التعليقات وراح نساعدك واذا استفدت من الفيديو بتمنى تضغط على زر الاعجاب واذا ما كنت مشترك في القناة بتمنى تشترك وتفعل زر الاشعارات والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته